السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا مع الأسف عدد الحالات والإصابات عبيرتفع في ألمانيا بشكل كبير جدا وعبيتم تسجيل أرقام قياسية جديدة لعديدنا السياسيين ووزير الصحة والمسجارة الألمانية الجميع قلق من هذا التطور عبيتم دراسة ما إذا كان بالإمكان اتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع عدد الحالات الكبير باحت غوبة كوخ أيضا قلق من نسبة أيضا الانفتوش بوشة يعني الناس المتعامين اللي مع ذلك يعبين صابوا ولو بيعرات خفيفة ولكن هناك قلق عام من هذا التطور عدد الحالات الجديدة اللي تم تسجيل الآن في ألمانيا خلال 24 ساعة الماضية 37,120 عم نلاحظ الآن فيه قفزات كبيرة والإنسيدانس فات الآن 169.9 عدد الوفاة 154 ولكن اليوم معنا أيضا خبر سار جدا حول هذا الموضوع قد يكون بارقة أمل في محاربة هذه الجائحة وهو حصول دواء من شركة أمريكية هي شركة ميك على رخصة الآن في بريطانيا والسماح باستعماله ضد هذا الوباء طبعا هذا الدواء هو عبارة عن حبوب يمكن أخذها وحصل الآن على ترخيص والسماح باستعماله في بريطانيا وهذه الشركة قدمت أيضا الآن طلبات للحصول على الرخص في العديد من دول العالم لدى الـ AMI يعني في الانتحاد الأوروبي يعني وكاية الأدوية الأوروبية الـ FDA وكاية الأدوية الأمريكية إذن قامت هذه الشركة الآن بتقديم الطلبات في مختلف دول العالم للحصول على رخصة باستعماله هذا الدواء في هذه الدول ولكن بريطانيا سمحت كأول دولة الآن باستعماله بشكل رسمي أهمية هذا الدواء الدواء هذا هو المادة الفعالة الموجودة فيه هي المولنو بيغافية هكذا تم تسميته وهو عبارة عن حبوب بتعطى للأشخاص الذين يعني لديهم ميول لتطوير أعراض سقيلة بعد الإصابة بهذا الوباء ويتم إعطائه عند الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة حتى المتوسطة والجرعة هي عبارة عن حبتين يتم إعطاؤها يوميا للأشخاص لمدة خمسة أيام وهذا الدواء يعني واعد جدا وفعال يعني كما يتم وصفه لحد الآن في محاربة هذه الجائحة وقد يكون له مستقبل كبير الآن ويعني أيضا فعالية في محاربة هذه الجائحة علما أيضا أنه هذا الدواء يعني يتم تعليق الأمال عليه الآن بشكل كتير كبير كأول دواء ينجح في الحصول على رخصة ويبدأ استعماله ولكن هناك أيضا شح في إنتاجه لحد الآن غير متوفر بكميات كبيرة وأن العديد من دول العالم الآن طلبت كميات كبيرة من هذا الدواء من الشركة المصنعة ننتقل الآن للخبر التالي وهي تسريبات عن شركة بايونتك فايزر الآن قامت بتسريب معلومات عنها موظفة في إحدى الشركات التابعة على شركة بايونتك الألمانية وفايزر الشريك الأمريكي سربت معلومات عن هذه الشركة تشكك ببعض المعلومات والدراسات التي تم إجراؤها والتي بناء عليها حصلت هذه الشركة على رخصة باستعمال هذا اللقاح في مختلف دول العالم وخاصة في الاتحاد الأوروبي من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ألما المعلومات التي سربتها هذه الموظفة فنقلتها أيضا وأشارت إليه صحيفة أو مجلة الطبية المتخصصة والتي نقلت معلومات عن هذه الموظفة أن الشركة التابعة لها هي التي كانت تعمل فيها وهي شركة في الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالتكفل بإجراء جزء من الدراسات خلال يعني عمل شركة بايونتك يعني منعرف أنه مروا بسلاسة مراحل من الدراسات بالمرحلة السريرية الأخيرة وتم اختبار اللقاح وإجراء دراسات على حوالي 44 ألف شخص جزء من هذه الدراسات أجرتها هذه الشركة الأمريكية الصغيرة طبعا يجب ذكر ذلك وبالتالي نقلت معلومات أن هناك كان بعض الأخطاء في هذه الشركة وأنه تم اختلاق بعض النتائج والأرقام في هذه الشركة ونقلها إلى الشركة الأم إلى شركة بايونتك فايزر هذا هو الاتهام يعني أو هذا التسريب اللي تتحدث عنه الآن هذه الموظفة أما السبب في ذلك فقالت أنه كانت هناك يعني حصلت أخطاء في نتائج المخبرية وخطأ يعني في الاتيكاتيا يعني في تسمية الأنابيب وكل هذه الأشياء واللي تغطي ربما على هذه الأخطاء تم نقل معلومات خاطئة إلى الشركة الأم عن الدراسة وأيضا عدم التعامل مع اللقاح بطريقة فعالة ربما لم يتم تخزينه بشكل جيد فقد فعاليته أيضا تباطئ في نقل الأعراض الجانبية فعب تحذر وعب تقول أنه يعني أو عب تسرب أن هناك بعض الأشياء الغير نظامية يعني تمت في هذه الشركة وتم نقل هذه المعلومات كجزء من الدراسة الشاملة إلى شركة بايونتك فايزر أما شركة بايونتك فايزر الأم فقالت أنها تأخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار وستتقصى من الحقائق يعني ستقوم بإجراء التحقيقات يعني للتأكد من التسريبات التي قامت بها هذه الموظفة إن كانت حقيقية أم لا جادة أم لا ولكن بكل الأحوال معلومات كمان مهمة لازم أقولها هي أيضا رئيس قسم الدراسات السريرية في جامعة كولن كمان العالم أوليفا كولني يعني قال حتى لو كان هذا الكلام صحيح فهذا لن يؤثر يعني على فعالية الدواء أو طبيعة الرخصة التي حصل عليها اللقاح بسبب أن هذه الشركة قامت فقط أيضا باستلام جزء من الدراسات نسبتها فقط 2.3% من مستوى الدراسات السريرية الكاملة التي تم إجراؤها من قبل الشركة على حوالي 44 ألف شخص شارك في هذه الدراسات مثل ما منعرف وأكد أن هذا لن يغير من يعني فعالية الدواء أو حتى من يعني رخصة هذا الدواء وحصوله على هذه الرخصة ننتقل الآن لموضوع آخر مختلف وهو مادة الديزل الآن في ألمانيا في الحقيقة بتشوفوا الآن ليس فقط على مستوى ألمانيا وإنما على مستوى أوروبا والعالم بعد هذه الجائحة والانقطاعات التي صارت سأصبح هناك مشاكل عديدة في النقل ونقص في العديد من المواد شفنا في ألمانيا نقص في مواد البناء نقص في الخشب ارتفاع الأسعار ارتفاع أسعار البنزين والديزل الآن عالميا الحل بلايته أيضا أنصاف النواقل اللي بتدخل يعني في الشرائح يعني سواء في الكمبيوترات في الشركات في التليفونات الآن الشركات الألمانية شركات السيارات عندها مشكلة حقيقية يعني في إنتاج السيارات اللي عبي يطلب الآن سيارة جديدة من المعمل عبينتظر لفترة أطول بسبب وجود شح في توريد أنصاف النواقل يعني الشبات للشركات الصناعات الألمانية يعني وبالتالي عبي يتأثروا بهذا الموضوع بشكل كتير كبير إذا فيه العديد من المشاكل الاقتصادية الآن ليس فقط على مستوى ألمانيا وإنما على مستوى العالم وإحدى هذه المشاكل الآن هي لأصحاب سيارات الديزل وخاصة سيارات الشحن في ألمانيا وتدخل وزير النقل يعني كمان عن غياز شوية شخصيا بهذا الموضوع بسبب نعرف إذا بتعرفوا مادة الأد بلو لأصحاب شركات أو سيارات الديزل واللي عندهم شركات يعني كمان نقل أول بشتغلوا كمان يعني بشتغلوا يعني سائقي للشاحنات مادة الأد بلو هاي بيتم إضافتها هي مادة البولة الحانشتوف بيتم عن طريقة تنقية الإنبعاثات سيارات الديزل يعني تكون أقل ضررا للبيئة هاي المادة بيتم إضافتها يعني ليس يستمسعها بشكل واسع طبعا للشاحنات للنقل والباصات ولكن أيضا للشركات السيارات الحديثة يعني للناس العاديين يعني شفتوا إذا بتعرفوا عنكم سيارة ديزل حديثة بتعبوا ديزل وعنكم مادة الأد بلو كمان كل فترة يعني بتم ملأ يعني أيضا هذه المادة اللي هي الأد بلو إنها بتنقي الإنبعاثات الديزل فهي المادة الآن أصبح هناك شح أيضا في توريدها لأسباب عديدة أهم سبب تم ذكره هو إن الشركات المصنعة الآن حتى في ألمانيا لمادة الأد بلو قامت بتخفيض إنتاجها إلى حد بعيد والسبب أنه لم يعد هناك جدوة اقتصادية لإنتاج هذه المادة بسبب ارتفاع الأسعار الغاز فارتفاع أسعار المحروقات عم يأثر على الشركات فالشركات بطلت يعني تأنتج بكمية كبيرة مادة الأد بلو أد بلو ما هم لسيارات الديزل سيارات الديزل دائما إذن فيها يعني هل القصص عم تصير الضغط الآن على حركة الشحن طبعا في ألمانيا الشاحنات التي تقوم بنقل مختلف الأشياء من المواد غذائية كل الأشياء في ألمانيا والآن أصبح هناك يعني نقص في توريد هذه المادة العديد من الشركات الآن في ألمانيا قامت بمراسلتي يعني أيضا وزير النقل ووزير الاقتصاد في ألمانيا وحتى طلب أن تقوم ألمانيا كحكومة ببناء استراتيجي احتياطي من مادة الأد بلو حتى ما نتعرض لمشكلة أيضا في النقل وطبعا هي ستكون كارثة يعني طبعا على ألمانيا لو يعني تأسأت حركة النقل والشحن لأنه الشحن بيتم كل الأشياء حتى المواد الغذائية وبالتالي يعني يجب تدارك هذا الموضوع بسرعة كبيرة ننتقل الآن للخبر الأخير من التسريبات الآن عن المفاوضات التجارية بين حزب الاس بي دي والقونن والف دي بي لتشكيل الحكومة القادمة تسريبات تقول أن تتحدث عن رغبة حزب الخضر وحزب الاف دي بي الآن بتقسيم الشركة الأم للخطوط الحديدية الألمانية التي بعض الشركة التي نعرفها المطلع فيها يعني كلياتنا أن يتم هذه الشركة خصخصتها أو خصخصة أجزاء منها وتقسيمها إلى شركتين أو سلاسة شركات والهدف من ذلك حسب هذه الأحزاب والتسريبات هو رغبة هذه الشركات بتقوية المنافسة مرة أخرى يعني مع الشركات الخاصة ومنها مثلا شركة الفليكسترين يعني يمكن بيع مثلا أجزاء من شركة دويتشبان خصخصتها وبايعوها إلى فليكسترين فليكسترين أيضا أعليت عن رغبتها بالاستثمار في مجال الخطوط الحديدية وزيادة عدد القطارات العاملة على الخطوط إذن شركة الفليكسترين بنعرفها كمان يعني أسعار عادة بتكون أرخص ربما الشركة الأم دويتشبان تظل مركزة على الخطوط الطويلة يعني بين البدن مثلا الإيتسي إيه الإيتسي أو حتى الشحن ويتم خصخصة أجزاء من هذه الشركة يعني وبيعوها ربما لشركات خاصة هذه التسريبات هيك عبتقول حزب الاس بي دي ولكن تحديدا هو معارض لحد الآن لهذه الفكرة وعبتم محاولة إقناع الآن حزب الاس بي دي بهذه الفكرة من قبل حزب الخضر وحزب الاف دي بي فالمفاوضات جارية لحد الآن فممكن نشهد يعني الآن في الفترة القادمة بعد تشكيل الحكومة يعني أيضا ربما هكذا خطوات شركة دويتشبان يعني منعرف أنه دائما يعني أسعار غالية وارتفاع أسعار قدرتها على المنافسة ربما أضعف ربما لأنه هي تشكل الشركة الأم الكبيرة وما عند أي منافس حقيقي يعني غير الفلكسترين كشركة صغيرة والرغبة ربما هي بتقسيم هذه الشركة الكبيرة إلى عدة شركات صغيرة ليسمحوا بمنافسة أكبر وقدرة وتقديم ختمات أفضل للمواطن وهيك ما يكون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته